اشتركوا في القناة هذا هو موضوع اليوم شاهد الفيديو للنهاية ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة قضية محمد الموسى لا شك بانها اصبحت قضية رأي عام فمن الطبيعي ان جهات التحقيق تتعامل مع القضية بشكل فيه تفصيل ودقة اكثر من اللي حدث في تقرير الطب الشرعي في هذه القضية فعندما ننظر في الجزء الاعلى من التقرير نجد ان هناك معلومات مكتوبة ليست مهمة في سير القضية بمعنى انها معلومات سطحية وبسيطة ولا تفيد القضية بشيء ولا تجعل القاضي يستطيع ان يأخذ قرار سواء ببراءة محمد الموسى وادانة نانسي وزوجها او العكس حتى انهم لم يهتموا بكتابة التقرير بشكل افضل او حتى طباعته اما بالنسبة للجزء الاسفل من التقرير المكتوب فيه عدد الطلقات واماكن الاصابة فنجد انهم ذكروا عدد الطلقات واماكنها لكن بدون تفاصيل فمن المفروض في قضية مثل هذه القضية قضية رأي عام نجد اهتمام اكتر وتفاصيل اكتر او على الاقل نجد شيئين مهمين جدا وهم اولا تحديد الوقت الزمني للاصابات وطبعا ده لم يتم ذكره في التقرير ثانيا هو استخراج جميع الطلقات من الجسم للكشف عن نوع الطلقات وعن نوع الاداء المستخدمة وبالنسبة للجزء بتاع الاداء المستخدمة اتذكر انه هو مسدس حربي فقط دون ذكر ما نوعه وكم يوجد بداخله من الطلقات اما بالنسبة لاعتراف خادمة نانسي عجرم بان هناك عمل مشبوه كان يقوم به فادي الهاشم زوج نانسي عجرم في منزله وعندما اكتشفه محمد الموسى قتله هذا الخبر انتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن لا يوجد مصدر حقيقي له يجعلنا نصدق هذا الخبر او نكذبه كشف تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى المعروف بقتيل منزل الفنان نانسي عجرم تفاصيل جديدة حول الحادث واوضح التقرير تعرض القتيل لطلقات نارية من الامام والخلف الامر الذي يحمل في مضمونه وجود اكثر من شخص اطلق النار على القتيل من الامام ومن الخلف وليس زوج الفنان نانسي عجرم فقط وجاء في تقرير الطب الشرعي ان القتيل تلقى 18 رصاصة في منزل نانسي عجرم منها طلقة واحدة في الساعد الايمن وطلقتان في الكتف الايسر وطلقة تحت الابط الايسر وسلاسة طلقات في الصدر وطلقتان في البطن وسبح طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة وطلقة في الفخز الايسر كما تضمن التقرير وجود نزيف دماغي نتيجة اصطدام الوجه بالارض وتلقي الطلقات من مسدس حربي خاصة في منطقة البطن والصدر والقلب وفي نفس السياق قال المحامي اشرف الموسوي محامي اسرة القتيل محمد الموسى انه صدرت اليوم استناب قضائية بحق الهاشم وقد تؤدي الى اعادة توقيفه بعد اخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غاد عوان وذكر المحامي انه تم استدعاء الدكتور فادي الهاشم مجددا للتحقيق كما تم عرض الفنانة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن اصابتها التي اكدت الفنانة انها كانت نتيجة شزايا الرصاص وحادث اطلاق النار بين زوجها والقتيل مفاجأة استدعاء الفنانة نانسي عجرم للتحقيق وعرضها على الطب الشرعية واستدعاء زوجها فادي الهاشم واستدعاء زوجة الثوري محمد الموسى اكد المحامي اشرف الموسوي المتابع لقضية مقتل الشاب محمد الموسى الذي اطلق النار عليه زوج الفنانة نانسي عجرم انه صدر اليوم استدعاء قضائي بحق الهاشم وقد تؤدي الى عادة توقيفه بعد اخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غدا عوان التي ادعت ان ما قام به الدكتور فادي الهاشم جاء دفاعا عن النفس مبنية قناعتها بالاذلة والمعطيات وافلام كاميرات المراقبة واشار المحامي اشرف الموسوي في حديثه الخاص الى انه تم استدعاء الدكتور فادي الهاشم مجددا للتحقيق على خلفية مقتل الشاب محمد الموسى كما تم عرض النجمة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن اصابتها التي اكدت الفنانة انها كانت نتيجة شزايا الرصاص وحادث اطلاق النار الذي حصل بين زوجها واللص واضاف المحامي اشرف الموسوي تم استدعاء زوجة القتيل محمد الموسى المتواجدة حاليا في لبنان كما تم تفريق محتوى الهواتف الخلوية الخاص بجميع العاملين لدى منزل نانسي عجرم وسحب جميع الفيديوهات الخاصة بالكاميرات الداخلية والخارجية للمنزل ولا فتى اشرف الموسوي الى انه سيتم الكشف على منزل زوج النجمة نانسي عجرم مجددا وذلك بعد رفض عائلة القتيل استلام الجثة اليوم واحتجاجهم على الاجراءات القضائية المعمول بها خاصة وان زوجة القتيل اكدت ان هناك معرفة مسبقة بين زوجها والدكتور الهاشم وزوجته نانسي عجرم مشيرة الى انه كان يتردد للعمل لديهم في المنزل كلام المحامي اشرف الموسوي جاء بعد البيانة الذي صدر امس عن مكتبه اذا جاء فيه وبعد تفاوض شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنان نانسي عجرم قررت العائلة استلام الجثة غدا ودفنها في العاصمة السورية دمشق تاركين للقضاء اللبناني امر التحقيقات ومتابعة الدعوة عبر وكيلهم القانوني قاسم الضيقة والذي تمنى بدوره على نانسي عجرم احتضان اولاد القتيل ورعايتهم عبر حسابه في مواقع التواصل وفق قوله وتجدر الاشارة الى ان والدة المغدور كانت اعربت في وقت سابق عن اسفها للظلم الذي تعرض له ابنها بعد مصراعه على يد الدكتور فادي الهاشم رافض قبول التعزية التي تقدمت بها نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية بعد اخلاء سبيل زوجها فادي الهاشم مرددة حزبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم فكيف اقبله وهي التي قتلت ابني وذكرت الام في تصريحات اذاعية لمحطة مولدي اف ام السورية قائلة هن عم يعزوني وهم قتلوا لي ابني كنت اقبل العزاة في حالة واحدة لو ضرب في قدمه او رصاصتين سلاسة ليه يضرب 16 رصاصة وهو اعزل ولو هو شايل سكين حقهم انهم يدافع عن بيتهم لكن هو فايت اعزل مثلما تقول الفيديوهات ومثلما اولادهم غليين عليهم ابني غالي عندي بدك اقبل العزاء من قاتلة ابني ما اقبله طبعا الفنانة ننسي عجرم ومفاجأة جديدة الشاب في الفيديو غير الشاب في الصورة اكدت الاعلامية رشال زيان العاملة في راديو الفجيرة ان الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي نشرته اسرة الفنانة اللبنانية ننسي عجرم ليس الشاب السوري محمد الموسى وقالت الاعلامية رشال زيان في مقطع الفيديو ان اخر الاخبار ومن مصادر موسوقة في لبنان تبين ان الشاب الذي ظهر في كاميرات المراقبة ليس الضحية محمد ولكنه احد رجال ننسي عجرم وزوجها واضافة الشاب السوري كان ينتظرهم خارج الفيلا لحتى يطالب بحقه ويحصل على حقه من الدكتور فادي وبعد خمس ساعات صار الشاب السوري يصرخ فطلع له الدكتور فادي وقتله وفي فيديو اخر رأت الاعلامية رشال زيان انه على افتراض ان رواية ننسي عجرم وزوجها صحيحة كيف قام فادي الهاشم بقتل الشاب ب 16 طلقة نارية امام اطفاله رغم انه خائف عليهم قائلة شو عم تكتل ديناصور مضيف اذا القضاء اللبنان ما اخذ حقه فالله سبحانه وتعالى بياخد حقه واضفت ردا على الناس اللي عم بتقول شو فات يعمل ببيتها الساعة 2 بالليل هو كان عم يستناه برا لكن حضرت الدكتور فادي ما كان عم يطلع ولا عم يعطيه حقه كما قالت الاعلامية رشال زيان تعليقا على قرار النيابة العامة بالافراج عن فادي الهاشم طلع فادي زوجا لننسي بالسلامة والكل عم يطمئن على نفسيته نفسيت مراته والزلم اللي مات ب 16 طلقة نارية هو ليس حرامي رجل دخل ليطالب حقه وحق اولاده واضافت متسائلة كيف دخل رغم وجود الكاميرات ورجال الحراسة وهي الاسئلة التي لم يتم تقديم اجوبة واضحة لها حتى الان رغم خروج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوم امس بمؤتمر صحفي تحدثت فيه عن ما حدث بالتفصيل من وجهة نظرها يشار الى انه لا يمكن التحقق من المصادر التي تحدثت عنها الاعلامية رشد زيانا في ظل عدم التمكن من الحصول على تصريحات من المصادر الامنية اللبنانية التي انحازت بشكل واضح هي ووسائل الاعلام اللبنانية لجانب نانسي عجرم وزوجها صاحب النفوذ حتى ان مسئوليين سياسيين عملوا على تبرئتها منذ الساعات الاولى وحاولوا تصويره على انه بطل قام بعمل بطولي وهو حكم مسبق على ما حدث ادى لادانة الشاب السوري قبل كشف اي تفاصيل ومن جهة اخرى زعمت الاعلامية العاملة في راديو الفجيرة رشد زيانا ان مصادر موسوقة من داخل لبنان كشفت لها ان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عرضت على تسوية مالية على اسرة الشاب السوري واشارت رشد زيان انه تمت فبراكة هذه القصة ومنتجتها وحتى اسقاط الحق الشخصية دفعت نانسي عجرم لاهل الشاب السوري 30 الف دولار لكنهم لم يقبلوا بذلك بحسب زعمها ورفضت والدة القتيل محمد موسى قبول تعزية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بوفاة ابنها الذي قتل على يد زوج نانسي الطبيب فاد الهاشم في منزلهما واوضحت فاطمة في تصريحات ازاعية لمولد اف ام السورية ان ما حدث ظلم قائل حزبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وقالت والدة محمد الموسى انه كان يمكنها قبول العزاء في حال كانت ضرب اخف وطاء مما حدث وليس 16 رصاصة اخترقت جسد ابنها الاعزل مبين انه لو كان يحمل سكينا فمن حق نانسي وزوجها الدفاع عن انفسهم ولكنه لم يكن يحمل شيئا مضيفا بدكم اقبل العزاء من قاتلة ابني ما بقبله واشارت الى انها علمت بالخبر من خلال ابن عمتها لانها كانت في مدينة حمص ولم تكن بالشام وقتها حيث كانت تذور مريضا من اقاربها منوهة ان اتصالا هاتفيا ورد اليهم وطلبوا عدم اخبارها بمقتل ابنها الا ان هذا خبر من الصعب اخفاءه واكدت فاطمة ان وسائل الاعلام تعاطفت مع نانسي عجرم قونها فنانة متهكمة على ذلك بتساؤل هل نانسي لديها احساس وانا لا هل اولادها غليين عليها وانا ما عندي ولد غالي عليها واكدت فاطمة ان الشخص الموجود بالفيديوهات ليس ابنها وانما هو شخص اخر وهذه تمثيلية قام بها زوج نانسي عجرم واشارت الى انها تسق في ابنها تماما كونه يصلي منذ طفولته ولا يجر على السرقة لان تربيته لا تسمح له بذلك وشددت فاطمة على ان ابنها كان يعمل في احدى الاوقات بمنزل نانسي عجرم وذلك حسب ما ذكرت له ابنة عمته سابقا وانه التقط صورا بمنزلها في احدى المرات وانه كان يقبض امواله من احد العاملين هناك وليس من يد نانسي او زوجها مباشرة موضحة انه ليس لديه وظيفة معينة بل يعمل في كل شيء وابدت فاطمة اندهاشهما من عدم توسيك الكاميرات الموجودة خارج المنزل ليوم الحادث او عدم انتباه الحراس للحظات تسلل ابنها مؤكدة على ان محمد ليس بحاجة للسرقة لكون شقيقه رجل مقتدر وعمه موجود في لبنان قائلا لو كان بحاجة الى المال لطلب منهم ليسدد مديونيته لو هناك مديونية مثلا خاصة وان تاريخه يشهد له في لبنان كلها بانه شخص جيد واتهمت والدة القتيل محمد الموسى نانسي عجرم وزوجها بتقطيع فيديوهات من الكاميرا وانها لاحظت ذلك من خلال الدقائق المتغيرة في المقاطع المنتشرة مخاطب الفنانين بسوريا والمسئوليين للتدخل وكشف الحقيقة وخاصة بالذكر الفنان ايمن زيدان والفنانة ريم حن واكدت والدة محمد موسى ان هناك قصة وراء مقتل ابنها فعدد 16 رصاصة يوصل الدم للباب وهو ما لم يحدث وصف ما حدث بالتمثيلية الرخيصة ابنة صفف مكان غير مكان عند نانسي وجبوه بعدها واسألوهم ليش عملوا كده وفسروا النقاط الناقصة واختتمت فاطمة الحديث بانها لم تتلقى اتصالا من نانسي او زوجها لعرض مبلغ قيمته 30 الف دولارا كما اشيعة وقالت ما حد دق علينا ومصار الدنيا كلها ما بتكفي نقطة من دم ابن محمد او ضحكة من ضحكة ولاتها وزوجته اللي بيتحقق معاها في لبنان وحرصت الفنانة نانسي عجرم على تقديم التعازي لاهل القتيل السوري محمد موسى الذي اقتحم منزلها رغم اتهام اهل القتيل لزوجها الطبيب فادي الهاشم بانه اشتاز مقاطع من الفيديو الذي وسقطه الكاميرات وتلاعب بها من اجل اخفاء ما يريد وقالت نانسي عجرم في تصريحات تلفزيونية لها بعد عودة زوجها الى منزله اكيد ما بنتمنى لا انا ولا فادي ولا علتنا كلها نتمنى اللي صار وانا بدي اعز والدته بدي اعز زوجته واهله واولاده جميعهم اكيد ما بنتمنى اللي صار معنى بس هي الظروف ويشار الى ان الفنانة اللبنانية كشفت في مؤتمر صحفي ما حدث في منزلها وقالت فادي ما كان عم بيعد الرصاصات اللي عمله هو ردت فعل الست دجايب سبع دجايب من التهديد والحكي وين مراتك وين اولادك وما تتحرك وما تزيح لهون ولا تزيح لهون وردا على الانتقادات التي تعرض لها الاخير دعت الجميع الى ان يضع نفسه مكانه لافت الى ان الشاب الذي دخل الفيلا كان ملسما ويحمل مسندسا وشيء اخر على خاصرته وان كل الدلائل تثبت انه فعل ذلك بهدف السرقة وقدمت العزاء لاهل الشاب وقالت بدي اعزي والدته وزوجته واولاده وما فيه باعتقد ولا بي بيحس ان الغبر عم تمس ولاده وبيسكت وفي تطور بارز هذا ما قررته اسرة مقتحم منزل نانسي عجرم بشأن جثته وطلب محاميها يفاجئ الجميع نشرت صحيفة النهار اللبنانية بيانا صدر عن مكتب المحامي اشرف جاء فيه بعد تفاوت شاق مع عائلة المرحوم محمد موسى الذي قتل على يد الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قررت العائلة استلام الجثة غدا ودفنها في العاصمة السورية دمشق تاركين للقضاء اللبناني امر التحقيقات ومتابعة الدعوة عبر وكيلهم القانون قاسم الضيقة بدوره كتب قاسم الضيقة على حسابه على فيسبوك حبز لو السيدة نانسي عجرم قامت بزيارة لأولاد المقتول والتعهد برعايتهم واحتضانهم بعد نيلهم ردبت يتيم لكن المشهد أرقى ويستحق السناء ويشار إلى أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غاد عوانا قررت في وقت سابق إخلاء السبيل زوج الفنانة بعد الاستماع إلى إفادتهم وقررت التوسح في التحقيق لكشف ملابسات الحادثة وكانت والدة القتيل أعلنت في حديث إلى إذاعة موليدي اف ام السورية رفضها قبول العزاء من الفنانة اللبنانية الفنانة سارة نخلت وهاجم نانسي عجرم بسبب مقتل سارق منزلها سوري غلبان الدول فلوسه هاجمت الفنانة السورية سارة نخل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد مقتل سارق منزلها على يد زوجها ونشرت سارة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لنانسي وزوجها وعلقت عليها قائلة عمر محبيتك دايما بقول إنها بتمثل البراءة ومصطنعة وأول حد عنده شرف فضحك هو جورج واسوف وخليك فاكرة اتكلميه عن تاريخك المشرف 16 رصاصة ليه بجع وعضافت الولد تجتل على أساس إنه في قوضة البنات إياه اللي جابه المطبخ بجع وهو غرجان في دمه فيان كاميرات قوضة البنات فيان كاميرات باج القوضة اللي جوازك بيقول إنه ناس الباسورد جوازك القاتل اللي سمعته سبقاه بتشيل الكومنتات بتاعتنا ليه من على الانستجرام لما أنت صاحبة حق وتابعت لما المزيعة سألتك إزاي في جروح في رجلك أصلا وانت بتقولي كنت في القوضة ارتبكتي وقلتي لها أنا حسيت بعد كل الموضوع خلص على أساس إنها ليلة فرحك الولد شغال عندكم في البيت من 9 سنين إزاي دخل البيت طيب وفيه أربع رجال أمن إزاي؟ قليلي لو مش هم صحابه وعارفينهم وجوازك كان سايبه في الجنينة بيشتغل بجاله أربع ساعات أصلا المسدس اللي كان ماسكه مسدس صوت كان بيطلب منك حقه فلوسه يعني انتوا وكلين حق الولد وعارفين إنه هو سوري غلبان مش هيعرف يعمل حاجة هو فيه لص بيقول لحد اعمل معروف والدين فلوسي وذكرت سارة نخلة كفاية افتراه الله يمتجم منك أنت وجوازك وهموما هو ما طلعش براءة هو لسه على زمة القضية وممنوع من السفر كل شوية تقولي سوري 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 فهمنا بقى إنه هو سوري ما كلنا عندنا حرب مش كفاية بقى تتعلمه إن ربنا كبير ومش بيزيب حق حد أو سوري وغلبان وبيشتغل عندكم ادوله فلوسه ومشور مش تعمل السيناريو أنت وجوازك القاتل 16 رصاصة ليه هي قضية شرف وسعر ولا سرقة بول الحقيقة وخاف الله اشتركوا في القناة